السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك واصرف عنا عذابك واجزنا جنتك وثوابك اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأبداننا والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا والبركة في أرزاقنا والصحة في أجزادنا اليوم توقعتنا له يوم الثلاثاء 28 أذار مارس طبعا اليوم حساس شوي لأنه في زوايا بتلعب على الشك والغيرة والوسواس العصبية وفي خلو مصر طبعا القمر اليوم موجود في برج الجوزة ورح ينتقل لبرج السرطان في ساعات ما بعد الظهر القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة عشرة وواحد وعشرين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج وبما ان القمر موجود من الآن ولغاية ساعات تظهر تقريبا في برج الجوزاء معناته في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة قال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا طبعا اليوم عنا زاوية ذروتها طبعا اليوم وزاوية لسا تأثيراتها مستمرة بالنسبة للزاوية اللي رح نذكرها في البداية هي زاوية تثليث ايجابية بين المريخ وبين زحل وهاي طبعا من يوم 24 وحنا بنذكرها ورح نظل نذكرها اليوم 6-4 لانه تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 6-4 ذروتها يوم 33 هاي الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في امورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في اعمالنا ومشاريعنا وبتدل على نشاط في مردودية اكبر في امور اللي اللي الليها علاقة بصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في امور البورصة وممكن تشهد البلاد استقرار امني اكبر بفضل نشاط الامن الوطني اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تكون ذروتها او رح تتشكل فاول زاوية رح نتكلم عنها اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون ذروتها الساعة وحدة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من الان موعد بث الحلقة بتبدأ وبتستمر لغاية ساعات الظهر بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا هاي الزاوية هي سبب للشك الغيرة أضغاث الأحلام الوسواس وبرضو الأفكار السودة والحساسية بتكون بأوجها هاي الزاوية سبب للاكتئاب وبتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا أما دوليا فهي بتدل على استياء الرأي العام من جدل حول بعض الأمور الدينية والعقائدية واضطرابات في أسعار بعض السوائل مثل البنزين وغيره والمشتقات النفطية وتراجع مردودية لإلها علاقة بالأمور الصيد البحري والمبادلات البحرية وهناك احتمال وقوع تسممات غذائية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من الساعة 31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة 10.21 دقيقة قبل الظهر بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر ويستقر في برج السرطان هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يوم أمس ذكرنا انه في زاوية رح تتشكل اللي هي الاقتران الإيجابية بين عطارد وبين المشتري وقولنا انه هاي تأثيراتها من يوم 27 ثلاث لغاية يوم 29 ثلاث طبعا اليوم ذروتها الساعة الستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما انه هذا الاتصال بزيد من احتماليات السفر أو الاتصالات بنشاط عالي جدا وكثافة عالي جدا بهاي الأمور وبالدل على إشادة الصحف والجرائد ووسائل الإعلام بما تحققه الدولة من مداخيل مالية أو عقد صفقات تجارية ومفاوضات سياسية ونجاح البعث أو البعثات الدبلوماسية كما انها بتشهد هاي الفترة تطور في مستوى المؤسسات التشريعية والقضائية أو بسن بعض القوانين الجديدة كما انها بتركز وسائل الإعلام على المناسبات الدينية ورجال الدين والآئمة في البلاد وبتشهد هاي الفترة رواج تجاري مهم سواء في المبادلات التجارية الداخلية أو الدولية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا الانتقال لأنه راح ينتقل القمر لبرج السرطان ساعة عشر وواحد وعشرين دقيقة يعني قبل الظهر بتوقيت الأردن بيكون بعد الظهر طبعا هي توقيت تعالمي ساعة عشر وواحد وعشرين دقيقة بتوقيت جرينتش بتكون امتقلت للسرطان فعشان هيك من هذا الوقت بنشعر بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إننا ولا أحبانا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه أو ذكرياته يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا لأنه بالفترة هاي نشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار أو زراعة نبت ما أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بعد الانتقال في عنا زاوية هاي الزاوية شوي حدة ولازم ننتبه منها كثير هي زاوية الاقتران السلبية اللي رح تكون بين القمر وبين المريخ يعني بين عواطفنا ومشاعرنا وبين عصبيتنا وحديتنا وردات فعلنا طبعا هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وثمنتاشر دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لإستعادة نشاطنا من جديد واللي بكونوا محبطين عاطفيا أي انتقاد أو أي كلمة ممكن أنه يثور ثورة عارمة من الغضب ورده رح يكون عنيف جدا برضو هاي الزاوية بالدل على استياه الرأي العام من ضغوط رجال الأمن الوطني وهبوط في معنويات عمال قطاع الصناعة أو الصحة أو قلة مردوديتهم وممكن يشهد هذا اليوم ازدياد أعمال العنف بشكل كبير وخصوصا ضد النساء أيضا يعني النساء بدهم ينتبهوا وخصوصا في النهار لأن هاي تأثيراتها في ساعات النهار من المشاكل اللي ممكن تصير معهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثلاث دقائق عصرا بتوقيت جرينجش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعة الضحى أو من فترة الانتقال لغاية ساعة ما بعد منتصف الليل نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية بالدل على حسن أمزجة فئات الشعب المشتغلة بالقطاع الفلاحي والمناجم والمحاجر والشيوخ بالخصوص وزيادة في مردودية مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والقطاع الفلاحي والمنجمي واستقرار في البورصة أيضا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا الأكثر حساسية من الآن ولغاية ساعات ما قبل الظهر عندنا الكاتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والريئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار للجهاز العصبي والحركة أيضا اللي هي الشعيرات الدموية اللي نسمي إحنا نظام التبادل أما من ساعات ما بعد الظهر بصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب والصفاق هذولا اللي بصيروا أكثر حساسية طبعا مع الجهاز اللي نفاوي وعظم الصدر هذولا أكثر حساسية بصيروا من ساعات الظهر وما بعد طبعا بدنا نوفر لهم العناية الإضافية وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتياد لهاي الأعضاء اللي ذكرناها مراجعة الطبيب بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل طبعا برضو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو غيره طبعا إلا من الأشخاص اللي ما بيعانوا من كثافة الشعر أو غزارة الشعر المزعج عادي لو عملوا هذا الشيء ما بيأثر بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس تلاتين تلات في تمام الساعة وحدة وخمسة وارمعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة عشر ونص مساء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر ويستقر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع عمره سبع أيام في تمام الساعة سبعة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بيصير عمره ثمان أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة واربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة منتحسي بنسبة عشر في المية الآن في ساعة الصباح بتصير منتحسي بنسبة أربعين في المية القمر في الجوزاء بدي انتقل في ساعة الظهر زي ما حكينا لبرج السرطان ورح يضل في برج السرطان لغاية يوم ثلاثين ثلاث هو الآن منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية ولكن في ساعات بعد العصر بصير سعيد بنسبة عشرة في المية عطارد في الحمل حتى يوم ثلاثة أربعة سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الثور حتى يوم احداش أربعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في السرطان حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستعاش خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% قرانوس في الثورة حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 30-4 بعدم يبدأ عملية التراجع سعيد بنسبة 15% طبعا على طول تحت اللي بده يشترك يشترك اللي بده يلغي اشتراكه يلغي اشتراكه اللي بده يحط لايك بده يحط كومنت بده يسيب عليه بده يحب بسلايك اللي بدكويا يعني تحت فيه أشياء كبسوا عليها وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر بيظل فيه عندكو نشاط بالحركة بالاتصالات بالتنقلات بالسفريات القصيرة وبيظل فيه عندكو قدرة على الإقناع وسرعة بديها عالية وبيظل اليوم جيد للأمور اللي إلها علاقة يعني بالمحادثات والحوارات والنقاشات والامتحانات ولكن ما تعتمدوا على الحضوض يعني بدكو تستعدوا بشكل جيد وما تتسرعوا بالإجابات أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتفضلوا تركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم مش إنكم ما تتهربوا من المسئوليات وإن كثرت وحاذروا من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك عشان هي بدك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك العباء اليوم ممكن تكون شوية زيادة وممكن ما تجد وقت للراحة بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنهمكو في الأمور اللي إلها علاقة بالميزانية فاليوم يعني في بعض المكاسب المالية اللي ممكن إنها تيجي من عمل إضافي مستردات، هبات، دعم ولكن في نفقات عشان هيك بتكون تتجنبوا النفقات قدر الإمكان وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع لغاية ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد فبتنجحوا في مجال الاتصالات والسفريات القصيرة والنشاط والحركة وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار ولكن ممكن يصير موقف تحتد وتعصب وتفقد سيطرتك على نفسك اضبط عصابك قدر الإمكان خلال هذا اليوم وحاول أنك تفصح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طاهر من المال فعشان هيك بدك تحاذر من إهمال الوضع الصحي والجنة بالإرهاق برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا عندك قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وبظل عندك سرعة بديهة عالية جدا ونشاط عالي جدا وحيوية أيضا عالية جدا لغاية ساعات الظهر بعدين من ساعات الظهر هنا التركيز بصير على الوضع المالي فبتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شيء تتجنبوا النفقات ممكن بعضكم اللي بشعر بضغط نفسي أو إحباط أو اكتئاب يلجأ لصرف الفلوس نوع من أنواع الهروب من الواقع فانتبهوا على أموالكم من المصاريف للزيادة ونظموا الأقصاد وما تسمحوا لها بالتراكم فكروا بمنطق علجوا الأمور الطارئة فورا حدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وممكن اليوم تعرف لقاء داعم لا إلك برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا الوضع ما زال لغاية ساعة الظهر يعني بتطلب منكم الانتباه لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب وأيضا في خلوم مسار فعشان هيك حاولوا قدر الإمكان ضبط الأعصاب قدر الإمكان عشان ما تدخلوا في مرحلة الفوضى اللي هي الفوضى اللي إلها علاقة بانتقال الكواكب شوي ممكن تحس بنوع من أنواع الاكتئاب أو العصبية أو التوتر أو الحزن أما من ساعات الظهر فهونا بتمتلق نشاط وحيوية بتعيش لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات ممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطتك وبتستعيد حياتك رونقها وحيويتها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل النشاط الاجتماعي أو لقاء الأصدقاء أو الاتصالات ما بينك وبين المعارف بيكون قائم وممكن من الآن لغاية ساعات الظهر تيتوجه الكدعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء ولكن من ساعات الظهر طبعا القمار بوصل لبيت المتاعب فهونا بتدخل فترة غير مريحة بتنقل من صحتكم حصابكم بصير في نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة بصحكم بعدم المباشر بتنفيذ أي شيء حاول إنك تتخلص من عاداتك القديمة وإنشغل فقط بالمسائل الروتينية وإحذر من التأخير والعصبية أهم شيء برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتكونوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل الأجواء جيدة على مستوى تعزيز العلاقة ما بينكم بين رؤسائكم بالعمل من الآن ولغاية ساعات الظهر ولكن ما تتخذوا أي قرارات حاسمة وحاولوا إنكم ما تخالفوا القوانين وما تجازفوا بسمعتكم أما من ساعات الظهر وما بعد فهنا بتنشطوا بين الأصدقاء بتصير تشوف الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة بيطمئن بالك وممكن تحصد على دعم أو على تأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات بشكل قوي جدا حاول إنك تلطف الأجواء وتحاول إنك تزبط العلاقات ما بينك وبين الأحبة ولكن بدون عصبية وبدون ما تترك خيالك يسرح بالوسواس والتحليلات اللي ممكن تكون خاطئة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اللي بدو يتقدم لإمتحان أو مقابلة بدو يستعد بشكل جيد وخصوصا في فترة قلو المسار بتظل الأجواء على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والسفريات ممتاز جدا برضو زي ما حكينا أثناء تنقلكم بالسيارات انتبهوا على الشوارع المفتوحة وأيضا اللي عنده سفر يتفقد أمتعته وأوراقه بشكل جيد واللي عنده امتحان بدو ما يعتمد على الحدود أما من ساعات الظهر هنا بصير التركيز على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نظم وقتكم بشكل جيد كون واضح في أولوياتك ما تخلي أي شخص يثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه أنت اليوم بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد ولكن زي ما حكينا بدون عصبية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة دون مجازفات ودون مغامرات وما تهملوا أي مسألة مالية بتتعلق بفوتير أو دفعات أو التزامات حاول برضو أنك ترتب وضعك اللي له علاقة إذا كان عندك مراجعة لبنك أو ضريبة أو تأمين فالفترة مناسبة لغاية ساعات الظهر ولكن ما تتخذ قرارات حاسمة أما من ساعات الظهر وما بعد فهنا ممكن يصلكم خبر سار من بعيد أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو أمور بتتعلق بسفر وتعتبر هاي فترة نشطة جدا بترتفع فيها المعنويات وبتقوى الحضوظ ممكن بعضكم يشارك في ندوي في مؤتمر في لقاء مفيد أو اتصالات بعيدة بعض الأشخاص ممكن يتلقوا أو يلتقوا بعض الأشخاص حول طاولة حوار تفاوض مراجعة مصالحة نقاش أهم شيء بدون عصبية يعني بإمكانك أنك تعالج مسائل وتنوعة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر ما زال مقابلكم تماما لغاية ساعات الظهر فبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن زي ما حكينا بدون عصبية بدون ردات فعل بدون مشاكل وبرضو بدون وسواس وبدون ما تشغل مخك بتحليلات يعني ممكن أنت اللي تكون غلطان فيها لا تخلي الشك يسيطر عليك أما في ساعات الظهر وما بعد فهنا بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة باستطاعتك تقديم أفضل النتاج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة وحاول أنك تدقق بالتفاصيل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بدكوا تواصلوا ما بدأتهم فيه من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم لأن القمر ما زال موجود في بيت العمل وبيت الصحة والآن بدوا يبدأ فيه مرحلة المقابلة فعشان هيت أنتوا من الأشخاص اللي بدكوا تنتبهوا من الزواهية اللي ذكرناها وسواس اكتئاب شغلة التفكير السلبي الشك الغيرة التحقيق المواجهات هاي كلها بدكوا تبعدوا عنها اليوم من ساعات الظهر طبعاً تركيزكم زي ما حكينا رح يكون على العمل وعالصحة لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر هنا بتنجحوا بتعزيز شراكاتكم ولكنها فترة صعبة لأنه بسبب الزوايل اللي ذكرناها فعشان هيك شوي بتحس إنك مهموم أو عندك مسؤوليات كثيرة فبدك تتجنب ردات الفعل العنيفة فترة شوي ضاغطة لأن طاقتك ضعيفة تجنب المشاكل شوي ممكن تكون مضطرب أو مرهف الحس أو تشعر بالارتباك والغضب فعشان هيك أنت أكثر الناس اللي بحذرك اليوم برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا لغاية ساعات الظهر ولكن بما أنه في خلق مسار حاولوا قدر الإمكان إنكوا ما تعتمدوا كثير على الحظ برضو في نفس اللحظة ديروا بالكم من أي مواجهة عاطفية ما بينكوا بين الأحبة وتعتمد فيها على الشك أو على التحليلات أو على الحدث أو على الأمور هاي يعني تحقق قبل ما تتكلم عشان تمشي الأمور بشكل جيد معك بدون مشاكل أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم كونوا عنصر إيجابي ما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معكم يعني في نوع من أنواع الحيوية ولكن القلق بسيطر عليك خلال هذا اليوم في نوع من أنواع النشاط اللي ممكن تمارسه وإذا تنجز أعمالك بنشاط عالي جدا ولكن انتبه على الوضع الصحي بدون وسواس يعني ما تتوسوس أنه عندك شيء هو ما فيه ولكن انتباه فقط برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا الأمر من الآن ولغاية ساعات الظهر بيركز على البيت وعلى العائلة نشاطات العقادك العائلية تصليحات، ترميمات، تربتيب ولكن ممكن يصير فيه خلاف عائلي بسبب حصبية أو ردات فعل أو حدية بالتعامل أو سوء تفاهم بدك تنتبه من هذه النقطة وتمتصها على أساس أنها ما تكبر أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بترغبوا في التقرب والتفاهم ما أحباكم تزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاولوا معالجة الأمور بروية متعدين عن التعقيدات وعن الوهم وعن الشك وعن الغيرة لأنه هدولة اللي رح يفتحوا مجال لنقاشات حادة وحوارات ممكن أنها تصل لعني وضع صعب بلاش عملتوا اللي حكيت لكم عنه تحت 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 على الكبسات اللي تحت عملتوا والله أنا صرت يعني هيكي أخجل من حالي بظل أذكركم في هذا الموضوع ولح في هذا الموضوع يعني اللي حاب يعمل هالإشي يعمل ومش حاب يعمل وما يعملوش عادي جدا يعني بدك تسب عليه سب عليه بدك تقول لي أنت آه بدك تحصل بدك لايكات وبدك كومنتات وعشان هيك بتعمل آه اللايكات وكومنتات بحط النش مصارف يجيبتي يعني ماشي بس هذا الإشي عشان تفاعل على القناة وخوارز مية اليوتيوب بناش نرجع نعيد الموضوع مرة ثانية يعني بس هيكي رد على اللي بدهم يحكوا هذا الحكي وشكرا للي بتفاعلوا على القناة شكرا كثير كثير كثيرا كثيرا بارك الله فيكم الله يجزيكم الخير الله يستر عليكم الله يعطيك لا يرضيكم الله حسس حالي شحاد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر